السلام عليكم اخوتي واخوتي وكل متتبعي قناة هيوات صفاء كديري لبس عليكم تمنى شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير جبت لكم حلوة رائعة جدا جدا لديدة بزافة شيشة ما تندموش الى جربتوها فتابعوا معي الفيديو تل اخير ما تنسوش حبيباتي شجعوني بواحد لايك وكذلك بارتاجيوا الفيديو ونبدأوا بسم الله على بركة الله فبالنسبة لهذه الحلوة سوف نحتاجوا الاناء اللي غادي تخلطوه فيه سوف نحتاجوا الـ 250 جرام ديال الزبدة يعني رابعة ديال الزبدة وديما كنقول لكم انا كنستعمل هادي انتع لابواطنتع الماكلة ولكن ممكن تستعملوا مارغارين عادية ماشي مشكل حطي الزبدة ضفت عليها كأس متع سكر غلاسي او سكر بودرة مايو عادي لمية جرام واللي يكون مغربي غادي نضيف عليهم ملعقة كبيرة ديال الكاكاو اما الكاكاو المر او الحلوغي اللي كان عندك في الدار ديري محلقة كبيرة وكذلك غادي نضيف انا هنا البنات الى قدي تتاخدوه انا عندي هنا ايا المركز ديال الكاراميل او الباطا كاراميل كتبعها هاد البنات لوغو ديالها الزوين انا غادي نستعمل منها واحد ميلقة صغيرة ما قدي تشتاخدوها ديروا محلقة صغيرة ديال قهوة سريعة الدولة بحنس كافي تاخدو منها مع القهوة صغيرة و تديروها باش اللي قو ديالها يجيزوين ويجي مختلف اه صافي غادي نضيف بعدها هاد المكونات زبدة مع السكر مع الكاكاو ومع ذاك المركز الكاراميل غادي نضيفهم مزيان مزيان حتى نحصلوا على ايمبومات كيما تعرفوا الكاراميل كي يجيزوين مع ماداق الشوكولا وحتى القهوة كتواتم مع ماداق الشوكولا هلاش حتى تكون هالجوج اختيارات من اللي دمجتهم مزيان حصلت على بومات غادي نزيد حبه بيض كاملة وغادي نزيد زوج متاع الصافار زوج متاع صافار البيض وغادي ندمجهم حتى هما مع المكونات الاخرى مزيان مزيان حلوة البنات كتجي رائعة رائعة جدا ندمجهم مليح مليح هنا غد نزيدو كأس متاع الناشا او كأس متاع الماي زينا مايو عاديل 100 جرام ونزيدو صاشين تاع خميرة ديال الحلوة مايو عاديل 8 جرام ونبديو نخلطو هاد الاماي زينا وندخلوها فلابات وهنا نبديو نضيفو الفارينة تدريجيا الدقيق الابيض تدريجيا يكون مغربل واكيد عبرتلكم بالميزان غدي تحتاجو 450 جرام ديال الدقيق مايو عاديل 4 ديال كيسان ونصف ودائما يكون مغربل فهنا بديت كنضيف الدقيق شوية بشوية شوية بشوية تنجمع لبات ديالي واي لبات نتاع اللي حلوة كتبغي تكون طريا مايو عاديل قصحوها مايو عاديل قصحناها مايو عاديل قدرون تحكمو فيها مايو عاديل قدرون نورقوها غاديل قد تفرتت علينا فالاحسن هاي هي كي مشتو تكون طريا بهادي الشكل هادا سافي دركي غاديل نسرحوها ونصيح هذه ماسرحو اما مابين جوج بلاستيكات غذائيين اما مابين ورق الزبدة هاكا ما غاديش تبقى وترشوف الفارينة وتزيدو هاكا غاديز قصحو العجينة تقعد العجينة ديالكم ترية مزيونة وهاكا في الساعة الخدمات تسهل عليكم فورقت العجينة ديالي مدلوها شقع رقيقة ورقة وماشي غليضة لحقاش غاديلسقو واحدة مع واحدة ومنسوش رافيها الخميرة يعني غادي شوية تطلع فنورقها كالعجينة كيراكو تشوفو بهاد السمك هادا اللي راه واضح انا غادي نستعمل رشام دائري غادي نرشمهم دوائر وانتم ما لكم الاختيار ممكن يدروا مربعات ممكن مرشم ديالقلوب ممكن اي مرشم كان عندكم صافي قطعتهم بهاد الشكل وكنهزهم وكنديرهم مباشرة في الصينية ديال الفرن اما نفرش بورق الزبدة ولا مدهونة دهنة خفيفة ومن الاحسن دائما ترفضوا هاكا الحلوة ديالكم بشي حاجة اللي تكون ملسة مثلا سكين ولا باش ما كاتت تخسروا له الشكل ديالو باش يجيكم قاع متساوي صافي غادي نستعمل رحابيباتي بهاد طريقة نرشم كل شي نحطهم في اللاطا تنكمل لها كونتيتين اللي عندي من اللي كملتو ممكن دخلوهم الفرن وشتوسة بلي ما كيبغيش ديال بزاف ما كانش يلوش انا قاع النار من الفق ديالو غي من اللي تحت غي كينشف كيش تفروحو كنتفاعله على نار متوسطة دور كيما دينا هضرو على العمارة باش غادي لسقه انا غادي نختار حليكم كريموبورغ يعني كريمات الزبدة وانتو ما تقدرو تعمرو باش ما بغيتو حليب مركز موحلة اه اه تديرو شوكولات تديرو كونفيتور اللي بغيتو تلسقو بها لقدو لسقوه ولكن هذ الكريمات جي رائعة عندي هنا يا ميتين قرام ديال الزبدة عندي ثلاثة معالق كوبار ديال السكر غلاسي وعندي معلقة صغيرة ديال المركز الكرامل اللي تقدرو تعوضو بمعلقة صغيرة وهو سريعة الدوابن فكنشدهم هذ المكونات وكندمجهم مع بعدياتهم اما بالباتوغ من الافضل اللي اللي تديروا الباتوغ هكا باش تولي الكريمة ملسا ما عندكمش الباتوغ دربوهم مزيان بواحد الفرشيطة حتى يجانسوا يدوب ذك السكر اشتو كتوليدنا كريمة بهذا الشكل هي اللي غدي نعمر بيها او غدي نلسق بيها الحلوة ديالي كجيخة طيرة في المعنى دق ديالها فمن الاحسن تجربوها البناز صفي؟ وباش هكا عاو تاني نعطيكم نصيحة باش تكون خدمتكم نقية سوى شوكولة سوى اي حاجة غدي تعمروا بيها من الاحسن تخويوها في شي ببوش بحالها كان عندي هادلي بوش جوية طابل رهم يتباعوا البنات بوش جوية طابل غكا تستعمليه كترميح فيتباع بالباكية فانا كناخده كان نخوي فيها بحال مثلا ندركي خويت في هاد الكريمة ودرتها فلا بوش وغدي نبدي نعمر بيها حسن ما تقو تعمروا بلمعي يلقاو يعني يكون خدمتكم نقية هكا فتفي الحلوة مليطة بتكيرا قد شوفوا ما حمرتها لولو لم الفوق لولو غيشدوا تروحها تفتح ليها فكتشدوها وكتعمروها في الواسط كيمياها كان زيانا من الكريمة وكتغلقو عليها بوحدة اخرى وتحطوها الى جانب فالطريقة كيمارا قد شوفوا واضحة وسهلة مهلة هني استمر حبيبتي بهاد الكيفية تنكمل هاد الحلوة كلها بالنسبة لهذا المقادر اللي اعطاتكم خرجت لي 60 حبة يعني 60 حبة لاسقة ماشي هاك كم فروقة 60 حبة لاسقة من اللي كملتهم كامل دركيا غدي نمشيوا للتزيين غدي نستعمل شوكولة سوداء مدعبة اخاوات اللي كي يسولوني الشوكولة اذكرتها في الفيديو السابق انا كان استعمل هادي اللي اسميتها غالا هادي غالا لبنات تمنها مناسب وكندوب هاد غيامة نخلط معها حتى حاجة لما لا زيت الحليب كدوب بحضها سواف بام ماغي سواف ميكرون انت زوينة بزاف وكذلك وجدت هنا انا عندي واحد ورق الفرن ديجا مستعمل ومرميتوش هاكا نحتاجو من ندير الحلوة فيها الشوكولة نحطها عليه باش من نحيدها ما تلصق ليش كتبقى محافظة على الشكل ديالها من الاسفل ولا تحطوها الحلوة ديالكم من تغطسوها في الشوكولة حطوها فوق بلاستيك غيدائي ولا حطوها فوق جلد ديال الطابلة تغيامي كتنشف كتتحيد لكم وما كتتخسر موالو كتبقى وتشدو الحلوة ديالكم كتغمسوها كامل في الشوكولة بواحد الفرشيطة وبعد كتحاولو تغطروها تحيدو لهادك الزائد تغطروها وكتحطوها كتنشف قدي نستمر هاكا البنات نتمنى نكون كل شي واضح انا عندي الربح تاخدو مني غي إفادة من واحد الفيديو عندي الربحة لبنات سوف يغطي نستمر هاكا نكمل لكون تيت اللي عندي البنات ونرجع معاكم سوف البنات من اللي كملتهم من اللي كينشفو كتلقو شوية نتع الزائد هاكا في الجوانب ساهل حالهم هادو كتاخدو سيكين وكتقدو الجوانب بهذا الشكل هادا واللمسة اخيرة هنا ممكن تقدروا تزينهم كما قلتون توما تقدروا تكونوا وجدو شوية مكسارات غينتو ما تغطسهم في الشوكولة كترشو عليهم شوية مكسارات من الفوق انا شنو درت خليت شوية شوكولة سوداء درتها في واحد لابوش ومن اللي نشفت الحلوة درت لها خطوط هاكا جانبية جوج خطوط على العرض وجوج خطوط على الطول هاكا جانبية درت لها واحد الرشة تاع فيرميسيل شوكولة في الجانب كرا هيبال لكم سوفي وحطيتها في كوائغتات يعني درت لها كخطوط كرا كوتوفو واللي درت خطوط معاكيسة جوج في الجوج ودرت شوية فيرميسيل شوكولة ولا تقدروا درو شوية رقائق اللوز ولا تديروا فيرميسيل ملوونة اللي بغيتو تقدروا بلاست ما درت أنا شوكولة سوداء زينت بها انتم ما تديروا شوكولة بيضاء يعني كتجي زوينا شوفوا معي البنات كتجي حلوها راقية زوينا المدق ديالها مختلف مش كيفما الدوق اللي موال فينو وبديك الكريم وبوع اللي درنا لها في الوسط كتجي غانية و هائلة فأنتمنى تجربوها بطريقتي أكيد أكيد غدتنجح معاكم كما قلت لكم هاد الكمية خرجت لنا ستين حبة فما ديش تندمو إلا جربتوها وكتجي شيشة كتجي هائلة إلا عجبتكم حبيباتي وعجبكم هاد الفيديو فما تنسونيش خليوا لي واحد لايك وشي تعليق زوين كان نشكركم بزاف على كلامكم الطيب ما تنساوش تبرتجيوا الفيديو لبنات مع العائلات ديالكم والأخوات ديالكم محتاجة محتاجة التفاعل ديالكم باش نتشجع ونقدم لكم المزيد من الوصفات فالفيديو ديالنا سالهنا حبيباتي نتلقوا في الفيديو القادم والحلوة القادمة دائما مع شهوة صفاء تحياتي لكم يا أغلى وأحلى عائلاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر